الآن مشاهدين ننتقل إلى فكرة ساهم اليوم وساهمنا لهذا المساء هو شركة الفظبي القابضة المدرجة في برصة أبوظبي للأوراق المالية والتابعة للشركة العالمية القابضة بعدما أعلنت اليوم عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري والتي جاءت مخيبة للأمال بعد الشيء حققت الشركة أرباح قدرها 300.390.000.000 درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح بلغت 6.580.000.000 درهم حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي ما يعني أن نسبة تراجع الأرباح بلغت 48% على أساس سنوي وارجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى أن الفترة نفسها من العام السابق شهدت مكاسب من إلغاء الاعتراف بشركة تابعة بقيمة 6.560.000.000 درهم وإرادات منح حكومية تجاوزت 330.000.000 درهم وذلك مقابل لشيء خلال الربع الحالي على الرغم المشاهدين من انخفاض الأرباح إلا أن إرادات الشركة زادت على أساس سنوي بنسبة 11% وهو مؤشر إيجابي على نمو حجم الأعمال مما قد يساعد على تحسن الأرباح في الفترة المتبقية من العام أنتقل مع حضراتكم إلى أداء السهم كما تلاحظون فبرقم انخفاض الأرباح إلا أن سهم السعدة ختام تعاملات اليوم نسبة 58% حيث افتتح على السعر 13 درهم و70 فلسن وأغلق في النهاية عند 13 درهم و78 فلسن شاهدين الكرام كان هذا سهمنا لهذا المساء لتنتهي به جولتنا اليوم في عالم المال والأعمال وإلى القائن جديد غدا تحياتي لكم ريهام الدويك دمتم في أمان الله